اللهم احفظ بلادنا مملكة البحرين من عبث العابثين ومكر الماكرين واجعلها آمنةً مطمئنةً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين اللهم وفِّق ولي أمرنا ملكنا حمد بن عيسى لما تحب وترضى اللهم اجعله مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر اللهم احفظه من شر الأشرار وكيد الفجار اللهم أعزه وأطل في عمره وأحسن عمله وألبسه ثوب الصحة والعافية وبارِك له في أهله وأولاده وذريته ووفِّقه وولي عهده لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد وهيِّئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجمع به الكلمة ووحِّد به الصف واجعله سببًا لحقن الدماء واجتماع القلوب واجعله إمامًا للتسامح والتعايش السلمي والتآخ والتحاب إنك على كل شيء قدير اللهم إن نسألك أن تُيسِّر لوطننا الغالي وشعبنا العزيز كل أسباب التحذُّر والتطوُّر والتقدُّم الموافِّق لدينك ولهدي نبيِّك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل عهد ملكنا حمد بن عيسى حفظه الله ورعاه عهد خيرٍ وسعدٍ وبركةٍ وصلاحٍ وتوفيقٍ وسُؤدَد ووفِّق لما فيه خيرُ البلاد والعباد وأبعد عنه وعن وطني العزيز وشعبنا الكريم الفتن والمحن والبلايا والشُرور ما ظهر منها وما بطن واصرف عن الجميع شرَّ الأشرار وكيد الفُجَّار وألِّف بين قلوبنا رعاةً ورعيَّة واهد الجميع للتي هي أقوَم يا سميع الدُّعاء اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا وتفرُّقنا من بعده تفرُّقًا معصومًا ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيًّا ولا محرومًا اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وتقبَّل منا ما عملناه من أعمالٍ صالحةٍ في هذا الشهر الفضيل وأدخلنا الجنَّة مع السابقين المُقرَّبين وارزُقنا الفردوس الأعلى يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفوٌ كريمٌ تحبُّ العفو فاعفُو عنا اللهم أصلِح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أحفظ المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيِّد الثقلين واحفظ أهله واجعله شامخًا عزيزًا عامرًا بالطاعة والعبادة إلى يوم الدين ربنا تقبَّل منا إنك أنت السميع العليم وتُب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة